فتاة عمرها خمس سنوات ترفض العلاجة وترجو أهلها دعوني أموت الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات جوليانا سنو ناشدت أهلها دعوني أموت الطفلة كانت تعاني من مرض عصبي خطير لا شفاء منه كانت في المرحلة النهائية ولم يعد لديها القدرة على مواصلة علاجها عندما كان عمرها سنتين شخص الأطباء عند جوليانا مرض يسمى تشاركوت ماريتوث وهو مرض عصبي انحلالي وفي عمر أربع سنوات فقدت القدرة على استعمال يديها ورجليها لم تعود جوليانا قادرة على الابتلاع وامتلأت رئتيها بالسوائل ولم تستطع التنفس إلا بصعوبة في الأول من أكتوبر عام 2014 شرح الطبيب لأهلها أن العمليات الجراحية القادمة قد تقتلها تروي ميشيل مون تفاصيل الحادثة المؤلمة بينها وبين ابنتها سألت الأم ابنتها إذا مرضت وأنت تريدين أن تبغي في المنزل لكن أتعرفين أن هذا يعني أنك ستذهبين إلى السماء هز جوليانا رأسها بأنها تريد أن تموت لن يصدق الأهل ذلك وشرحت لها أمها عندها هذا يعني أنك ستذهبين إلى السماء وحدك وأن ماما ستنضم إليك فيما بعد ولكن للأسف لفظت جوليانا آخر أنفاسها الشهر الماضي وأعلنت وفاتها كتبت أمها الدكتورة ميشيل لون على المدونة الخاصة بابنتها ابنتنا الحلوى جوليانا ذهبت إلى السماء اليوم قلبي مكسور ولكنني أشعر بأنني أكثر الأمهات حظا في العالم لأن الله منحني هذه الطفلة الرائعة التي أمضينا بقربها حوالي ست سنوات معا سبحان الله حتى الأطفال عندما يكونوا يعانون من الألم قد يصبحوا عندهم تفكير بأن الموت أخف عليهم من الألم رب احفظ لنا أطفالنا وأبعد عنهم كل شر اللهم إني أستودعك أولادي فهم كل حياتي فاحفظهم واسترهم وهدهم وبارك في أعمالهم ولا تجعل ابتلائي فيهم اللهم تقبل دعائي